تأييد الإجراءات التي تنفذها الحكومة العراقية وإجهزتها الأمنية في ملاحقة قادة وعناصر حزب البعث المحظور وجماعات القاعدة لإحباط أي محاولات تهدف إسقاط العملية السياسية مع حث الحكومة لتطبيق قانون المساءلة والعدالة في المؤسسات التربوية قرارات اتخذتها قوى التحالف الوطني خلال اجتماعا موسع لممثليها عقيد مساء الخميس بحضور رئيس الوزراء نور المالكي وأكد اجتماع التحالف وقوفهم صفا متماسكا واحدا إلى جانب الحكومة في جهودها الرامية لتطبيق القانون وبسط الأمن وأحباط المخططات التي يقوم بها الصداميون وحلفائهم من القاعدة والمجموعات الإرهابية ويؤكد المجتمعون أن الإجراءات الحكومية تستهدف فقط المتورطون بظلوعهم في مخططات إجرامية وأعمال إرهابية وتآمرية تستهزف زعزعة الأمن والاستقرار السياسي ودعم جهد الحكومة في تفعيل قانون المساءلة والعدالة في المؤسسات التربوية هذا فيما أيد عدد من المواطنين خلال تظاهرات لهم وسط بغداد حملة الاعتقالات هذه أما تلاف العراقية الذي أبدى تحفظه على حملة الاعتقالات وإجراءات وزارة التعليم العالي في محاسبة أساتذة الجامعات المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة فقد أكد أعضاء فيه أن الحكومة والأجهزة الأمنية تتحرك في حملتها هذه وفق قوائم حصلت عليها من أطراف لم يسمها تضم أسماء بعثيين سابقين رفضوا عرضا من هذه الأطراف يتضمن إعادة تنظيم حزب البعث خارج العراق بالتعاون مع جناح أحمد يونس الأحمد وعزة الدوري وفقا لبعض التسريبات هذه الاعتقالات جاءت على خلفية تسريبات غير صحيحة وصلت للأجهزة الأمنية قد تشير بهذا الشكل أو ذاك إلى وجود حركة معينة في صفوف البعثيين حزب البعث بالذات أين حصلت هذه الأجهزة الأمنية على مثل هذه التسريبات؟ التسريبات ربما أطراف معينة مغرضة أرادت التعاون ربما بشكل أو بآخر مع هؤلاء الناس الأبرياء ولما رفضوا هؤلاء علاقة بالبعث هؤلاء؟ كانت لهم علاقات في حزب البعث كانت هؤلاء الناس المعتقلون كانت لهم علاقات في حزب البعث أكيدا أصداد جهة التي سربت الأجهزة الأمنية لها علاقة بحزب البعث؟ قد تكون لها علاقة بحزب البعث قد تكون طلبات منهم التعامل ومساعدة ورفضوا وقد تكون هي التي سربت هناك نواية لتوحيد أجنحة حزب البعاد متابعون للشأن السياسي العراقي لم يستبعدوا حصول وساطات تفضي إلى انفراج في الأزمة سيكون هناك نوع من ترطيب الأجواء خصوصا إذا ما علمنا أنه أبان الأزمة كان هناك سيد عزة الشابندر في اجتماع العراقي وهذا بالتالي قد يكون خيوط تنسج من أجل حل حلة الموضوع وتشير بعض الأنباء إلى وجود تحضيرات من أطراف سياسية لعقد اجتماع موسع لقادة الكتل محمود فؤاد الحرة بغداد